وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتْ اِمْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبَ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيَّا طلب من الله سبحانه وتعالى الولد ما السبب؟ يريد أن هذا يقوم على رعاية بيت المقدس ويقوم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني ما أراد الولد من أجل الولد أراد الولد من أجل خدمة هذا الدين يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آنِي عَقُوبَ وَجَعَلْهُ رَبِّ رَطِيَّا الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام لا يورثون لكن هو أراد أن هذا الولد يرث زكريا في النبوة ليس في المال وَجَعَلْهُ رَبِّ رَضِيَّا يعني يا رب ارضى عنه إذا كان رضى الله سبحانه وتعالى على العبد يرضى عنه الناس كذلك ترجمة نانسي قنقر